الخبر الأول الذي عادنا عن قبل طاي والبث المباشر اللي فتحته على اليوناء وبالبث المباشر الصراحة لم أحجت أي شيء مهم ولكن كل اللي يشاف البث لاحظوا أنها دعوان مادة تحاولت وارد جينا أنه هي لابسة خاتم، أنه الموضوع إلي علاقة بالخطوبة والزواج ولكن لم أحجت أي شيء ثاني ولكن الشيء اللي أغلب منهت هي حبايبن وياسو وأسو همين نزلوا في تستوريات دي باركون القبر الطاي على هذا الموضوع فهل هي ترى الموضوع خطوبة فعليا؟ الصراحة ما توقحوا عبارة عن مقلب؟ ما سيكون فعليا خطوبة؟ ويمكن يكون موضوع ثاني سأعطيكم سوريات ياسو وأسو وشوفوا ما يباركون القمر بس بتيقول لقمر أنه عن جد فرحت لك من كل قلبي من كل قلبي، ألف ألف مبروك إن شاء الله بكرة بالفيديو اللي حتنزله حتعرفه على شو فعن جد كتير 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 مبسطت لك بنضافه لك شوية الشاعة، إن بعد من برحط لات خطوبة محمد مار فهل هي ترى العروس؟ كانت قمر؟ ما أدري صراحة ما أتوقع ولكن ممكن إنهم يربطون موضوعين ببعض ويطلع بالنهاية كلها كان عبارة عن مقلب صراح الخبر كل الصادم، كتبوا لي بلكومنتات شوية توقعاتكم لهذا الموضوع وبس شجرة مقطع بلايك، أشوفوا المقطع اللي قبله مع السلامة